مساء السكر يا سكر تعالي نعمل مع بعض البقلاوة بأشكال حلوة قوي وسهلة جدا هتعجبك قوي ومش هتاخد منك وقت خالص وطعمها طحفة الحلويات في رمضان لازم نجدد فيها عشان خاطر ولادنا نبسطهم زي ما انت شايف يا سكر أشكالها جميلة قوي ما تقلقيش سهلة جدا جدا مش هتاخد منك أي وقت وكمان شيك خالص لو عندك عزومة أو ضيوف تقدر تعمللهم الطبق الجميل ده هينبسطوا منه جدا أول حاجة يا سكر نعمل الشربات بتاعنا عشان خاطر يبرد عبالما ننشكل البقلاوة بتاعتنا كبايتين من السكر الكباية اللي هي بتاعت الشاي العادية الموجودة عندنا كبايتين من السكر عليهم كباية من المياه وعليهم عصير لمونة كبيرة رشة فانيليا يعني على طرف المعلقة فانيليا بودر هنقلبهم كويس مع بعض لحد بس ما تتأكدي ان السكر مش لازق في الحلة من تحت وبعد كده ترفعيهم على النار بسي لما تقلبي كده تحسي ان المياه تقلت كده وامتزجت المياه مع السكر ترفعيهم على النار لان انت لما تحطيها على النار ايه وهي ايه وهي تقلبيها أبدا عشان ما يسكرش منك ما تحطيش فيها المعلقة وهي على النار خالص بنرفع بقى الشربات على النار اول ما يبتدي يغلي تسيبيه خمس دقايق بالزبط وبعدين تطفي عليه يعني يزبطي الوقت كده يبتدي هو لسه غالي دلوقتي خمس دقايق وتطفي عليه وتسيبيه يبرد لحد ما نخلص البقلوة بتاعتنا الشربات الجميل ده تقدر تستخدميه في الكنافة في القطايف في اي حلويات الشرقية يلا نشكل البقلوة بتاعتنا بصي سهلة خالص ومش محتاجة تدهني الطبقات ولا اي حاجة معنا الحشوة اي مكسرات انت بتحبيها اعمليها ده سوداني عادي خالص مفروم في الكب زي ما انت شايفة بصي جميل تختاري بقى مكسرات اي نوع عايزة تحطي لوز بندو فزدو اللي انت عايزها اختاري بنجيب ورقة الجلاش بتاعتنا الجميلة بنتنيها نصين يعني الورقة المفروضة كبيرة اتنيها نصين بالزبط وبتحطي السوداني او الحشوة ايا كان اللي عندك تحطيه على الاول كده وبنلف بالعصيان دي عارفة عصيان الشيش انا بحط 3 ا4 مع بعض وبلفهم بستريتش وبعد كده بلف بيهم بتتني الطرف بس زي ما انت شايفة بصي بتتني الطرف بس وبعدين تحطي العصية بتاعتك وبعدين تلفيها وتضغطي جامد وتقومي مكشكشاهم كده بالطريقة دي اي واكد وبعد كده تسحبي العصية وترسيها في اللصانية الجميلة بتاعتك انا بحط الطبق ده عشان خاطر يفضلوا مكشكشين ومايفردوش مني تاني طبعا الجلاش بينشف بسرعة جدا فلما يفضلوا مكشكشين كده مع الهواء هينشفوا ويثبتوا على الشكل ده شايفة يا سكر الطبق ده بيساعد انهم يسندهم بس يفضلوا مضغوطين عشان خاطر يفضلوا على شكلهم المكشكش ده بيدي شكل حلو قوي طبعا احنا مش بنسيبها كده بنقطعها قبل ما تدخل الفور بصي ده لفة من الجلاش عملت لنا الكمية الحلوة دي تعالي بقى يا سكر نعمل الشكل التاني مع بعض سهل خادس وجميل لفة الجلاش زي ما انت شايفة كده مش هي بتجيلك مبرومة كده شلي ورقتها بس وهتقطعيها على ثلاث قطع قد بعض بصي قسميها بعنيكي كده ثلاث قطعيها كلها وبعد كده تعالي وريكي عن الفاز خدنا بقى يا سكر جزء من الثلاث أجزاء زي ما انت شايفة قدنا شرايح كده بتاخدي ورقة ورقة بالطول تحطي فيها الحشوة بتاعتك تقدر مع السوداني تحطي جزء هند بلاش زبيب لان زبيب بيتلسع في الفرن بسهولة خليكي في جزء الهند لو عايز تحطيه معاه وبعد كده ما تترشي المكسرات أو السوداني اللي عندك بالطول تبتدي تكشكيشيها بصوابع كده زي ما كنا بنعمل المروحة كده بالورق واحنا صغيرين بصي وبعد كده تقفل الترفض على الترفضة وتتنيها من اليمين ومن الشمال وتقليبيها بصي ببشكلة حلوة قوي هعمل لك كده واحدة عشان خاطر تتفرجي وتشوفيها بتتعامل ازاي عشان خاطر تعرفي تعمليها وسهلة جدا ومش هتاخد منك وقت خالص بصي بعد ما بتكشكيشيها بتتني الطرف ده على الطرف ده تقفلي على السوداني وبعد كده اليمين والشمال تتنيهم وتقومي قلب لما بترسيها برضو في السجب بتاعك أو الصنية بتنشف على شكلها ده وبتبقى حلوة وما بتفكش منك خالص الشكل الثالث معنا نفس الشرايح دي بتجيبيها بس بالعرض وتعودي تتنيها كده تتنيها لحد ما ترفعيها خالص وتلف فيها حوالين بعض زي الوردة كده طبعا ده ممكن بقى تسيبيه كده لو انت مش عايزة تحشيه أصلا هو احنا بنرش عليه مكسرات لما بيخرج من الفرن وبنحط الشربات بتاعه لكن انت تقدري تسيبيه كده بيبقى طعمها جميلة أوي ترشي بس الشربات وبس شايفة يا زكر الاشكال الجميلة بتاعتنا بصي كلهم أحلى من بعض والوردات دول حلوين أوي واقتصاديين كده اللي هو لو انت مش عايزة تحشيه عايزة تعملي بس حاجة حلوة للولاد ما عندكش حشوة منك خلصة السوداني وكده تقدري تعمليها دي وبس بتحط لها الشربات وخلاص عايزة ترشي رشة جزين ده على الوش رشة سوداني بس جميلة أوي واقتصادية خالص بعد كده يا زكر نيجي للبقلوة بتاعتنا اللي عملناها بالطول اللي هي صوابع طولية كده بنقطعها بقى بالسكينة أي حجم انت عايزة يعني عايزة أطول عايزة عقلة عقلتين اللي انت عايزة أطعيه بس المهمة قبل ما تدخل الفورمة تقطعيها وبعد كده نبتدي نحط السمنة بتاعتنا طبعا لو عايزة تعملي شكل واحد براحتك اختري الصينية وعملي فيها عايزة تعملي لفة لفتين دول لفتين جلاج عايزة تعملي أكتر أقل براحتك خالص تبتدي تدهني السمنة بتاعتك الجميلة كده زي ما انت شايف كل لفة سكر من الجلاج بتاخد ربع كباية من السمنة اللي هي الكباية بتاعت الشاي أو لو عندك ميزان خمسين جرام من السمنة بس حطي بقى أي سمنة تعجبت تبلاش الزبدة لأن الزبدة بيبقى فيها نسبة لبل فبتتلسع وكمان ما بتخليش البقلوة مقرمشة أو لو انت عاملة جلاج حادق ما بيخلوش مقرمش بتخليه طاري فخليك في السمنة أفضل أنا عاملة كمية دي لفتين من الجلاج فاخدت نص كباية من السمن زي ما انت شايفة كده بوزعهم عليها كويس بينزل تحت وبيبقى جميل ومورق وزي الفل ما تعوديش بقى تدهيني طبقات ولا أي حاج هي بتدخل جواها بتدخليها الفرن على درجة حرارة 180 زي الكيك في الرف اللي في النص وبتاخد لون من فوق ومن تحت الوحدة لو ما خدتش لون من فوق من الكويس افتح لها الشوائي يعني بتاخد تقريبا في الفرن نص ساعة مش أكتر من كده بس أول ما بتطلع وهي سخنة بتحط لها الشربات الجميل بتاعك اللي احنا سبناها يبرد لازم يكون الشربات بارد تروسيها عليها كويس كمية الشربات اللي احنا عاملنا يا سكر هي تقريبا يدوب على قد لفتين الجلاش يعني انتي لو عاملة لفة واحدة تقدر يتاخدي نص الكمية اللي احنا عملناه وتروسيها بقى في طبقك الجميل لو عند الديوف بقى أظن يعني ما فيش أحلى من كده تقدميهم ولولادك برضه حينبستوا قوي وانا متأكدة انتي هتعمليها أحلى من كده وصفة سهلة وسريعة وما خدتش مننا أي وقت بصي بصي جمالها ومن جوه الحشوة تحفة والسوداني الواحده بيبقى طعمه ورحته جميل قوي فيها وبصي الارضية بتاعتها واخد لون جميل ما تطوليش عليها في الفرن لان السوداني لما بيتعرض للحرارة كتير يبتدي تحرق جوه فبرضه تخلي لونها خفيف كده بيكون السوداني معاك ياخد برضه اللون الخفيف وزي الفرن ممكن لما تيجي تجيبه من عند العطار يكون أبيض عشان خاطر لما يدخل الفرن ما ياخدش لون زيادة شايفة كمان يا سكر السوابع بتاعتنا البقلاوة تحفة بقرمشة جدا بصي بقرمشة خالص جميلة قوي قوي ومن جوه واخد لون جميل كل الطبقات وهذا نفس اللون يعني مش واخد لون ده بي من بره ومن جوه بيضة لا ده هي كلها نفس اللون يارب تكون الوصفة سهلة عليك ما تنسيش لايك وشير لو عجبك الفيديو ولو عملت الوصفة صوريها وحطيها في جروب الفيسبوك لتطبيقات وصفاتي عشان أشوف عمال إيديك الحلوة اشتركوا في القناة